بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري صياما مقبولا وإفطارا شهيا ودعوة مجابة بإذن الله تعالى كيف أجلس لصلاة الفجر من دون أي تأخير طريقة مجربة من قبل علمائنا الأعلام هو أنك تلتزم بأوقات الصلوات البقية أي أنك إذا صليت الظهرين بوقتهما من دون أي تأخير وصليت العشاءين من دون أي تأخير فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك لصلاة الفجر من دون أي تأخير وهذا الأمر شائع بين علمائنا الأعلام وطريقة مجربة جدا فعندما تلتزم بأوقات الصلوات وعندما تخلد إلى نومك في الليل قل بعد ذلك يا رب أسألك بمحمد وآل محمد أن توقظني لصلاة الفجر جرب ولا تشك وسوف ترى بأنه مهما كانت الأحوال مهما كانت الظروف فإنك تجلس لصلاة الفجر من دون أي تأخير وجاء في مضامين الآيات والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي أنك ما دمت تجاهد للحصول على وقت صلاة الفجر وأديت ما عليك في أوقات البقية من الصلوات فإن الله سيهديك لها ويهديك لسبيلها برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام